بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل في دورة مايكروسوفت اكسل درسنا بتكلم عن تحريك ونصف ورقة العمل في مايكروسوفت اكسل طيب أول نبدأ بالتحريك أول موفينغ طيب العملية سهلة جدا فقط بتعتمد على click and drag او الضغط والسحب يعني مثلا انا داير اخلي الكوارتر نمر اربعة اخليه هنا بين واحد واثنين او قبل واحد او بين اثنين وثلاثة كالآتي بضغط بسحب بضغط عليه وبسحب شايفين المثلث الاسود الصغير البشر لا تحت شايفين المثل هذا يعني لك محل تخط الورقة بتاعتك مثلا دار اخطه قبل واحد باجي باخط هنا وباسحب برفع يدي بكون حرقت من اخر حتة لأول حتة او هو نفسه داير اخط بين اثنين وثلاثة اجي اصحب لحد يبقى عندي السهم بين اثنين وثلاثة وارفع كده بيكون بيقى عندي بين اثنين وثلاثة فالعملية سهلة جدا عملية التحريك بس اضغط واسحب وارفع يدك click and drag طيب نرجع اربعة محل في الاخر هنا دي كده عملية التحريك نجلي عملية النسخ طيب قبل ما انسخ دي خلينا نمسح ديل right click delete right click delete right click delete وانتو عارفين الاوراق دلتناها دي ما ممكن ارجعها تاني زي ما اتكلمنا في الدروس الفاتت انو اي ويركشيت انا عمد تلا ديليت ما ممكن ارجعها تاني ما ممكن ارجعها مرة تاني ابدا فعشان كده كده كونوا حريصين على الحاجة العايزين تمسحوها تتأكدوا منها تماما بعد كده تمسحوها طيب نجلي عملية النسخ مثلا دايرا انسخ كوارتر واندا اعمل منه نسخة او نسختين او اكتر العملية سهلة جدا بتشبه عملية التحريك فقط باختلاف بسيط بضغط على الكنترول من لوحة المفاتيح وبضغط على الحاجة العايز انسخها وباسحب بخطة في المحل العايز انسخها فيه وبارفع يدي كده بكون عملت النسخة مرة تانية نشوف كوارتر واند بضغط على كنترول من لوحة المفاتيح واضغط هنا شايفين ظهر دي عندي ورقة فيها على مجزايد صغيرة كده باسحب بيجي عندي السهم هنا معناته داير انسخ الورقة دي هنا وباخد طيب النسخ بشلي الورقة كاملة بمحتوياتها مثلا كوارتر واند في جانوري في بروري وفيها بيلورين توفون باجي بلقى كوارتر واند كوارتر واند نفس الحاجات مثلا كوارتر واند ا round اوامر المساعدة دي اوامر المساعدة اوامر المساعدة طاقم اكتش اوامر المساعدة من المشاعدة اقل الثانية زي ما انا عايز وزي ما قلنا المرة الفاتت ممكن انا اغير الاسم هنا بدل قوارتر وان اخلو قوارتر تو مم قلو قوارتر تو بكل بساطة دي عمليتي التحريك والنسخ في مايكروسوفت اكسل قلنا التحريك بس كليك اندراج والنسخ كليك اندراج وفي نفس الوقت بنكون ضغطين على زر الكنترول من لوحة المفاتح وباكده نكون وصلنا لنهاية درسنا لالليلة وما تنسونا من صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته